اشتركوا في القناة واتفعل زر الجراش الخطر يوصل لك كل جديد من عندنا بيبدأ الفيلم مع شخص غريب كده اسمه جور وبيكون حاليا بيلف في العالم كله هو وبنته على امل انه يلاقي اي اكل او شرب لانهم مكلوش من مدة كبيرة جدا بسبب كده مضاعفه خالص فبيفضل جورته للوقت يصلي للاله بتاعه اللي اسمه رابو وبيطلب منه العون لكن طبعا بما ان الاله بتاعه في شينك فما كانش في اي اجابة وبالتالي بعد مدة بتموت بنت جور من قلة الاكل والعطش وبيكون جور حزين جدا جدا عليها لكن في مرة بيبدأ جور يسمع كلام غريب كده وبيحاس انه بيسمعه جواه وبيقول له الصوت ده اتبعني وهتحقق انتقامك فبيفضل جور ماشي ورا الصوت لحد ما بيلاقي نفسه وسط المزرعة لكنها مزرعة اشبه بالجنة اكل بقى وشربه حاجة اخر جمال فطبعا بيفضل يأكل ويشرب لحد ما مرة واحدة بيلاقي قدامه الاله بتاعه رابو فبيفضل جور يقول له انا كنت بدعي لك كتير وانت بتستجبش انا بنتي ماتت لكن ايماني دلوقتي لسه زي ما هو وعمري ما كفرت بيك بعد ما بيخلص جور كلامه بيبص حواليه وبيقول رابو هو انت عامل كل دا ليه صح انت بتحتفل بيه عشان ما كفرتش بيك بعيدا كله لكن رابو بيفضل يضحك عليه ويترياء ويقول له يا غبي احنا النهار ده بنحتفل اننا قتلنا اخر حاملي سيف نيكرو بيبص جور وراه وبيلاقي شخص ميت وجنبه سيف وللعلم يعني يا صديقي السيف دا مفترض انه السلاح الوحيد القادر على قتل الالية وعشان كده رابو بيحتفل عشان قتل اخر حاملي ويكمل رابو كلامه وبيقول له جور اما انت اول زيك فدولكم تضحوا بنفسكم وتموتوا عشان هنا بقى جور بيجيب اخره منه وبيقول له انا كفرت بيك لانك ما تستحقش العبادة فبيتعصب رابو بيقوم يمسك جور وبيفضل يخلق فيه هنا بقى جور بيسمع نفس الصوت تاني وبيفضل الصوت يقول له اقتله وفجأة بيبدأ سيف نيكرو يترفع من على الارض ويروح لجور واللي بدهم مقدمات بيمسك السيف وبيطعم بي رابو وانا بيقول له رابو السيف اختارك فبنعرف كده ان الصوت اللي كان بيسمعه من البداية هو صوت السيف واللي اختاره عشان يكون قاتل الاليهة الجديد بس يا صديقي بيخلص جور على رابو نهائيا بقطع راسه وبياخد السيف عشان يواجه قدره الجديد ويقتل الاليهة اللي في العالم كله لانه ادرك انهم كلهم في شنك تعال بقى نسيبه دلوقتي وانروح لصور وانتنعرف انه حاليا بقى ضمن فريق حراس المجرة ولو ما تعرفش اصلا من حراس المجرة فانت لازم تتعرف شوية على سلسلة مارفيل اللي عاملينها وموجودة في القناة امتا في الوقت ده بيجي بيتر كويل لصور وبيقول له عندنا مهمة جديدة فبيطلع صور معاه وبتكون المهمة في كوكب كده احتله عرق اسمه الكونسن مهم يعني بيدخل صور وبتبدأ المعركة وبيبداع فيها جدا وبيقدر يخلص على كل عدوه لوحده حرفيا يعني تقريبا كده بيدمر الكوكب في النص بس مش مشكلة يمهم انه خلص على عدوه وبعد من خلصة المعركة بيجوا اهل الكوكب مع الملك بتاعهم واللي اسمه يكان وبيشكروا الصور على مساعدتهم وبنان عليه بيهدوم عزتين من المعايزة العملاقة واللي هي قوية شوية وسطها ويحشي خالص فبيفرح بيهم صور جدا وبياخدهم وبيرجع لفريقه في استفكين الفضايا وينك بيلاقوا رسائل استغاسة كتير جدا بتصالهم من كل مكان في الكون الحاجة الوحيدة الربطة بين كل الرسائل دي هي انها من الهة الكون واللي بيطلبوا من سوري ساعدهم لان جور القاتل الالهة بيخلص عليهم واحد ورد تاني ومن ضمن الرسائل دي بيلاقي سوري السلام من واحدة الهة صاحبته من زمان اسمها سيف فبيقاري يروح لها الواحدة وينقذها ويفهم منها ايه اللي بيحصل بيودع فريق حراس المجرة واللي هيروحوا هم التانين يلبوا نداء الاستغاسة عند حد تاني وهكذا وقبل ما يمشوا بيروح بيتر كل سوره بيقول له انا حاسس دايما انك حزين وده بسبب انك ملقيتش حبك لازم تدور عليه وتلاقيه فبيقول له سور انا لقيت حب من زمان وهي مع واحدة بس جين فورست ودي طبعا البنت اللي كان بيحبها سور زمان وهم بيكمل سور كلامه وبيقول لي بيتر ان من بعد جين مش هيقدر يحب تاني وبيسيبه وبيمشي وبمناسبة جين بقى فتعالي نرجع لكوكب الارض ونبسط كده بصة سريع عليها جين في الفترة حالية بتكون مريضة جدا بالكنسر من المرحلة الرابعة ودي مرحلة متأخرة جدا جدا للأسف وخلاص وقت بسيط وهتموت الحد ما بتقرر انها تستعين باساطير الفايكينج يمكن يقدروا يعالجوها فلما بتدور في الاساطير دي بتلاقي ان الحال الوحيد عشان تخيف هي انها تحصل على مطرقة ميولينير ودي مطرقة سور القديمة واللي كانت دمرتها اخته في الاجزاء اللي فاتت المهم بقى انها بتكتشف انها لو حصلت على ميولينير هتخف وسحيتها هتكون كويسة جدا جدا فبقارن انها تجرب وبتاخد بعضها وبتروح لمدينة نيو اسجارد ودي اتبقى اسجارد الجديدة واللي عملها سور لأهله شعب اسجارد على كوكب الارض هنا بعد ما تدمر على مو وبالمناسبة الملكة بتاعة المدينة دي هي فالكري صاحبة سور لان سور طبعا مش فاضي حكومها بسبب مغامرته الكتير مع حراس المجرد عملا بتروح جينا على اسجارد جديدة واناك بتلاقي الميولينير متدمرة طبعا ومحطوطة في صندوق زجاجي الفكرة هنا هو ان جين لما بتقرب منها بتبدأ الميولينير ترحم في بعضها كده وطبعا لان جين تستحق انها تحصل عليه لان طبعا كلنا عارفين ان الميولينير مش اي حد يقدر يحملها الا لو كان يستحق والاستحقق ده معناه ان قلبك يكون نقي تماما وهي قلبها نقي فاستحقتها اما تنتعال ان سبع دلوقتي ونرجع لسور تاني واللي بيروح هو او صاحبه قرج لعند سيف وهناك بلاقي سيف حالتها وحشة جدا لكنها على الاقل لقدر تعرفه انها كانت بتحارب جور لكنه طبعا قدر يتغلب عليها وعرفته كمان انه جور بيلف العلم كله عشان يقاتل كون الاليها والدور الجاي عليك انت وهو رايح حاليا على نيو اسجارد ويعلم يعني فاسقه في كلامها صح لانا لو رحنا حاليا على نيو اسجارد تاني هنلاقي جور وصل هناك ورح مسك سيف نيكرو وغرزه في الارض عشان تبدأ تتكون وحش غريبة كده اسمها وحش الظلال وبتبدأ تهاجم كل الموجودين واعتها فالكري بدأت مع باقي الاسجاردين يحاربوا كل الوحوش ووسط كل ده بيوصلوا سور وكورج اخيرا وبيفضلوا يحاربوا معه ووسط المعركة دي بيلاقي سور مطرقة ميولنير عمالة تلف وتضرف في كل موجودين وبتكون الميولنير مع جين لها خصائص جيدة جدا زي انها بتتفك وتسيب اكتر من حد بعد كده بترجع تتجمع تاني وترجع لها وهكذا عمتا بيكون سور مش فاهم اي حاجة فبيفضل ماشي وورا ميولنير لحد ما بيلاقي جين فوستر فبيفرح جدا انها رجعت له بس احنا يا صديقي لسا وسط المعركة وده اللي انسي سور لما شاف جين عشان كده بيغفلوا جور وبيقدر يمسكوا وبيكون خلاص هيترو بالصف بتاعه لكن سور بيقدر يستجمع قوته وبيبعده عنه بعد كده بيتجمعوا جين وفالكري مع سور عشان يحاربوا جور لكنه مش بيدوهم اي فرصة وبيقرب بس قبل ما يمشي بنشوف انه وحوش الظل التابعة ليه بتدخل للبيوت كلها وبتخطف اغلب اطفال نيو اسجارد وغوب بيختفوهما كمان طبعا بعد اللي حصل ده اتجمعوا الكل تانيوم عشان يشوفوا هيعملوا ايه مع جور وازاي هي ركبوا الاطفال ولكن المشكلة الاكبر هي انهم مش عارفين اصلا مكان اطفال فين لكن في الوقت ده بيلاقوا كده فجأة واحد من الاطفال اسمه متجسد كده على صورة هولجرامية والطفل ده الوحيد اللي بيقدر يعمل كده لانه ابن همدال حارس زمان لو تفتكره فطبعا عنده نفسه قدرات ابوه زي التنقل وكل الكلام ده وايه اه لو متعرفش البيفروست ومين همدال واي حاجة من الحاجات لانا بيقولها دي فانت محتاج تروح تتفرج على الافلام القديمة بتاعت صور واللي موجودة في القناة برضه عمتا استريد في الوقت ده بينقل صور اللي عنده كصورة هولجرامية برضه وبكده بيعرف صور الاطفال موجودين فين وبيطلع انهم موجودين في مملكة الظلال بعد ما بيعرف صور كل ده بيرجعوا استريد مرة تانية فبيعرف صور الكل ان الاطفال في مملكة الظلال ودي مشكلة كبيرة لان السيف نيكرو معروف عنه انه بيدي لصاحبه قدرات رهيبة جدا في مملكة الظلال انما بتدخل فالكري وبتقول لهم يبقى الحال ان انا نروح على مدينة ونستدعي الجيش من الاليهة من هناك يساعدونا في حربنا ضد جور في مملكة الظلال ومدينة دي صديقي بيتجمع فيها كل الاليهة من كل مكان في العالم وعراسهم زيوس نفسه وبيفضل يحتفل ويلعبوا وبس ولا بيهمهم اي حاجة تانية عمتا بيستخدم صور المعز اللي اخدهم هدية قبل كده وبيربطهم في سفينة فالكري وبيخلوها تشدهم وعلى طول بيروحوا على مدينة اومنبوتنس بعد فترة من السفر بيوصل لكل المدينة واللي كان منظرها غريب شوية وفقد ده كله فليه الكل هناك ان فيه هناك كمية قليها كتير تقريبا بتوع العالم كله متجمعين هنا ومستخب بين منك وفوق كل ده موضينا هابل ولعبه بس بس المهم يعني ان بعد كل ده بيقابل صور زيوس واحد ملالها وبيطلب منه المساعدة لكن زيوس بيرفض للاسف مش بس كده لذا كمان بيقول لي صورو اللي معاه دلوقتي انتوا عرفتوا مكاننا ولو روحتوا لجور عشان تدوروا عليه هيعرف منكم مكاننا فقدامكم محل من اتنين يا اما تفضلوا هنا معانا عشان نضمن ان جور مايعرفش مكاننا او نقتلكم بتختاروا ايه؟ طبعا بيختار صور الحرب وبتبدأ معركة كبيرة بين كورج وصور وفالكري وجين وجنود زيوس وبيقدروا صورو اللي معي خلصوا على عدد محترم من رجالة زيوس فهو بيدخل زيوس بنفسه وبيمسك الصعيقة سلاحه القوي جدا وبدوم مقدمات بيدرب بيكورج فبيتدمر لميت حتة بعد كده بيحدف زيوس الصعيقة على صور بس صور بيقدر يمسكها بايده وبيضربها تاني على زيوس فبيموت بعدها بيروح صور يشوف كورج فبيطلع الحمد لله مماتش ولسه عايش اي نعم يعني عايش كراس بس مش اكتر وباقي جسمه تدمر لكن احسن طبعا مما فيش عمثا بتاخد فالكري الصعيقة سلاح زيوس وبكده بقى اسلاحها الجديد وبيستدعوا المعز وبيغربوا من المدينة كلها وبينطلقوا في رحلتهم عشان يروحوا على مملكة الظلال وفعلا بعد طريق طويلة جدا بيقدروا يوصلوا لمملكة الظلال وهناك بيعرفوا انهم اتضحك عليهم وان ده كمين لانهم اولا كده مش بيلقوا اي اطفال في المكان وكمان جين بتفضل تلف في المكان لحد ما بتلاقي رسمة كده مرسوم فيها جور ونص التاني بوابة البيفروست بتحس انها فهمت حاجة وعلا طول بتروح لسوره وبتمسك الفاس بتاعته اللي هي وبترميها لبعيد يسألها سور عملت كده ليه؟ بتعرفوا جين ان جور جايبهم هنا عشان ياخد منهم الستورم بريكر وده يا صديقي لان بعد تدمير البيفروست زمان في الافلام القديمة بقت وسيلة التنقل الوحيدة هي الستورم بريكر واللي عندها نفس قدرات البيفروست طب حلو جد برضو جور عاوزها ليه؟ عشان يستخدمها ويقدر يروح لاترنتي واترنتي يا صديقي هو اله برضو في شينك ولكن بيخلي اي حد يروح له يتمنى حاجة وبتتنفذ وببساطة جور عاوز يروح لهناك ويتمنى ان الاهل هيموتوا وبكده يكون حقق اللي هو عاوزه بشكل اسأل بعد ما جين فهمتهم كل حاجة بيوصل جور بنفسه ومن غير كلم كتير بيربط فالكري وسور وجين وبيروح لسور وبيفضل يهدده وبقت لجين لو ما ستعاشي الفاس بتاعته حالا وفعلا بيستدعي سور لستورم بريكر لكنه طبعا مش بيديها الجور بل بيقدر بها يفك نفسه جين وفالكري وهنا بقى بيبدأ جور يطلق عليهم محوش الزلال لاملاقة والقوية جدا بتاعته وبتبدأ المعركة وبيكون الكل بيتحانوا في بعض فالكري وجين بيحاول يطل الوحوش اما سور فبيدخل في قتال قوي جدا جدا مع جور وبيفضلوا الاتنين يبهددلوا في بعض شوية لحد ما بتيجي فالكري بالصعيقة وبتحاول تقتل جور لكنه بيكونوا اسرع منها وبيتفضت ضربة وبياخد الصعيقة وبيضعنها بيها طبعا بعد اللي حصل ده بيكون الكل لازم يمشوا حالا عشان يلحقوا يعالجوا فالكري وفعلا بيستخدم سور الفاس بتاعته وبسرعة بيفتح بوابة يهربوا منها لكن قبل ما يمشي بيظهر فجأة جور وبياخد الستورن بريكر اما سور فبيضل يتسحب في البوابة مع الباقيين وبكده بيفضل جور لوحده مع الفاس سور جين وفالكري في اللحظة دي كانوا خلاص رجعوا كوكب الارض وهناك بتكون فيه مشكلة جديدة غير تعب فالكري هو ان جين كمان تعبت كده بيروح سوره بتكلم مع الدكتورة بتاعتها وبيعرف منها ان للأسف السرطان اتنشر اكتر واكتر في جسم جين وسبب الرئيس في كده هي ميولنير اللي اديتها قوة كبيرة اه لكن استهلكتها كلها لدرجة ان السرطان خلاص قربية الجين طبعا بعد ما سمع سور الكلام ده اماخد بعضه وراح لجين واعرفة كل حاجة وقال لها كمان انا مش اسمح لك تانية حربي لانك هتضعفي اكتر واكتر وهتموتي وانا بحبك ومش هادر اسيبك تموتي وبيودعها ويروح لفالكري وبياخد منها الصعيقة بتاع الزيوس عشان يروح يحارب جور بيان وبمناسبة جور بقى فبيكون وصل حاليا لأترنتي مع الاطفال وبيستخدم وبيحطها قدام بوابة اترنتي فبتبدأ القوة تخرج منها عشان تفتح البوابة ويقدر جور يتمنى اللي هو عاوزه لكن ده مش بيحصل لان سور بيوصل في اللحظة دي وعلا طول بيبدأ قول يستدع وحوش الزلال اما سور فبيروح للاطفال وباستخدام الصعيقة بيوزع عليهم من قوته عشان يبقوا كلهم عندهم نفس قوة سور شوية على الاقل قد ما تخلص الحرب دي وبس سياسي دي بيبدأوا الاطفال يحاربوا الوحوش وعلى ناحية التانية سور نفسه بيدخل في معركة قوية جدا معجور وبيفضل يضربه في بعض ضربة يمين على ضربة اشمال لحد ما بيكون قول خلاص هيعتله بس في الوقت ده بتوصل جين واللي ما سمعتش كلام سور وجاد عشان تساعده في الوقت ده بيروح سور وبيقدر يفك وبيحدفها للطفل واللي بيستخدمها وبيفتح بوابة تانية وبيهرب هو الاطفال عما سور وجين فبيفضلوا يحاربوا في جور لحد ما بيقدر سور يمسك السيف وبسرعة بتضرب جين السيف بالمطرقة بتاعتها فبيتضمر خالص لكن جور مش بيقس وبيحاول يجمعه مرة تانية فبتضربه جين مرة تانية بالمطرقة اللحظة دي بتوعى الجين مغم عليها بسبب انها تعبد زيادة لكن دي مش المشكلة الوحيدة المشكلة التانية بقى هي ان البوابة بتاعت اترنيتي كانت خلاص اتفتحين فبيدخل جور لجواها وهوب بيتحول عالم كله من حواليهم وقدام جور بتكون موجودة اترنيتي وبيروح لها عشان يتمنى امنيته الاخيرة في الوقت ده بيقول له سور فكر كويس بدل ما تدمرني من غير سبب اتمنى ان بنتك ترجع لك وبيسيبه وبيروح يتطمن على جين وهو مش فارق مع اي حاجة هنا بقى بيفضل جور يفكر شوية وبيقول لي سور انا خلاص بموت فحتى لو تمنيت ان هي ترجع لي مش هكون معا فبتقول لي جين ما تقلاش هتفضل في امان وهنا بتودع جين سور وبتختفيه كدلالة انها خلاص ماتت فطبعا بيزعلك جدا عليها اما جور فبتمنى ان بنته فعلا ترجع له بدل ما يتمنى موت الالية وفعلا بترجع البنت فبيودعها جور هو التاني بحزن وبيطلب ان سور يخلي باله منها ويموت وبس يا صديقي بتخلص الليلة على كده وكتقديرا ليلة عملتو جين بيتعمل لها تمثال كبير في نيو اسجارد والاطفال بيرجعوا لحياتهم الطبيعية اما سور فبيعيش مع بنته جور وبيعتبرها زي بنته بالضبط وبتكون الطفلة عندها قدرات كتيرة جدا عشان كده بتحارب مع السور الاشار باستخدام الستورن بريكر اما سور نفسه فبيرجع لمحبوبته القديمة مطرقة ميلونير واخر حاجة بقى بنشوفها وهي ان زيوس اللي كان قاتله سورة قبل كده فهو لسه ما متش ولكن بيحتضر المهم يعني انه في اللحظة دي استدعى ابنه البطل الجبار هرق وطلب منه ياخد له حقه ودي مصيبة هنشوف توابحها ايه في الافلام الجاية وفي مشاهد اخير كده بنشوف الجين وهي في مكان كده اسمه فالهالا وبتقابل هناك همدال واللي مفروض انه مات زمان جدا وعشان دماغك برضو متروحش البعيد فالهالا دي هي الجنة عند الفايكينج وده معناه ان الايه يعني الايه جين دخلت الجنة ما نعرفش بقى دالتها وابع تاني ولا لا ولكن عمتا بيخلص الفيلم بقى استكده سلام موسيقى 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 موسيقى